اشارت تقارير دولية الى ان الحكومة الصينية كانت تضع مسلمين ايغور في معسكرات تسمى بمعسكرات اعادة التعليم الى انها في الواقع تجبر الاشخاص على شرب الكحول واكل لحم الخنزير على حد سواء ضد العقيدة الاسلامية ودعت فرنسا والمانيا الصين لاغلاق معسكرات اعادة التأهيل في اقليم تشانج يانج المضطرب حيث يعتقد ان قرابة مليون من اقلية الايغور وغيرهم من المسلمين محتجزون ضمن عملية لغرس مفاهيم سياسية